موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلابكم مشاهدين ومستمعين قناة الريان أسعد الله صباحكم وأنعم عليكم صباح هني غني في كثرة تساهلة والفرص اللي عساها تعود عليكم بالإنجاز والنجاح والنفع والفايدة النية ثم النية ثم النية وتقديم العمل خالص لوجه الكريم يفتح الأبواب ويملككم الدنيا ما فيها صباحكم كل خير وصحة وسعادة إن شاء الله ننطلع عليكم صباح جديد مع برنامج صباح رباح عبر شاشة قناة الريان الفضائية وأثير موجة 97 أف أم نلتقيكم اليوم في مواضيع فقرات متنوعة في حلقتنا اليوم مع أن نديبنا عبد الرحمن المري وتفاصيل الشراكة بين المؤسسة الحي الثقافي كتارة ومؤتمر القمة العالمي للإبتكار في التعليم وأيضا معنا نيلة الملة بتواكب انطلاق الموسم العشرين لبرنامج المقبلين على الزواج في مركز الاستشارات العائلية إضافة إلى موضوعات أخرى من بينها لقاء مع عضوة من الفريق المشارك في رحلة الهلال الأحمر الإكتري إلى كشمير الأستاذة فاطمة المهندي وأيضا بنطرح للنقاش موضوع العمارة الإكترية بين الأصالة والحداثة وحوار مع المهندسة فاطمة السهلاوي عضو منتداء الدوحة المعماري وفي البداية نصمة تعودنا معكم مشاهدينا جولة سريعة مع أهم وأبرز العناوين الصادرة في جرائدنا المحلية طبعا أبدعونا بأول جريدة وهي الشرق في خبرها الأول انطلاق النسخة الثانية لمؤتمر قطر للأمن البحري برعاية رئيس الوزراء العميد ركن المناعي سمو الأمير الراعي الأول لمشروع درع الوطن الأمني هذه بالنسبة للخبر الأول الخبر الثاني في محليات الشرق يقول بدعم من أريدو ويبحث تقنية استادات الرياضة الذكية شركات عالمية تشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات بالدوحة سعود بن ناصر أريدو تعمل لتطوير حلول تلائم المشاريع الاستراتيجية في قطر عندنا أيضا الخبر الثالث أيضا في محليات الشرق في ندوة برعاية رئيس الوزراء يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين وزراء وباحثون متخصصون يناقشون دور الهوية في رؤية قطر عشرين ثلاثين أما الخبر الرابع والأخير من جريدة الشرق تنتج ستمية ألف طن سنويا متجاوزة الطاقة التصميمية وتدعم قطاع الصناع الخليجي ألمنيوم قطر تستعرض منتجاتها المتعلقة بصناعات السيارات في معرب عالمي بألمانيا هذه بالنسبة للشرق ما عندك خبر لي طيك اليوم خدت خبري لا لا اليوم تشاياكت قبل أن أطلع على الهواء عند جريدة الراية والعناوين فيها في محليات الراية قطر تؤكد حرصها على تعزيز حقوق المرأة طبعا هذا لفت انتباهي الخبر طبعا اللي في بداية الصفحة والخبر اللي نبغي نقول لكم عنه مشاهدينا هو في أولى فعاليات المركز بكلية الإدارة والاقتصاد تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في البيئة الجامعية الدكتور هندي تشجيع الطلبة على التطبيق العملي للمشاريع ثاني أخبارنا في أيضا محليات الراية برنامج لنشر الوعي المروري بين منتسبية الخدمة الوطنية في لقاء مفتوح بالكلية العسكرية طبعا عارضين صورة مشاه الله تشفين عدد المشاركين وكان من بين البرنامج أنه فيه السيد ناصر الصوفي يعرض تجربته مع الحوادث أتوقع أنه صادوا فئة من الشباب في الخدمة الوطنية عساس أنه يكلمونهم عن الحوادث وأثارها صحيح وبطريقة جدا مؤثرة يعني أيضا عندنا في محليات الراية 150 مشاركة في برنامج شارك من أجل حياة أفضل أطلقته مؤسسة الأصمخ الخيرية لتمكين الشباب من الجنسين هذا البرنامج يعتبر مبادرة وطنية دولية تسعى لتمكين الشباب من المشاركة المجتمعية وإدماج ذوي الاحتجات الخاصة في المجتمع الدكتور غانا محمد الحمادي قال أن هذه المشاركة الشبابية تأتي من أجل بناء جيل مبادر ومنتج ليغدو عنوانا للنجاح والتمييز عربيا وعالميا ولنستمر سويا في مسيرة العطاء من خلال تقديم شباب قادر على الإبداع وصنع المبادرات وبناء المستقبل وآخر الأخبار عندي في جريدة الرأية عن موسم التخيم السيلين أخر لعدية تصدران طلبات التخيم إقبال على التسجيل في وحدتين الواكرة والدوحة جدل حول إمكانية الاحتفاء بواقع التخيم العام الماضي طبعا أجرت جريدة الرأية بعض المقابلات مع المواطنين مطلوب توفير الوقود والمياه وتشجيد الرقابة البيئية 48 ساعة على تكفي لإزالة الغيام والبورتكابن ومطالبة بتمديدها الأسبوع دعوة لمواجهة ظاهرة حجر حجز مواقع التخيم قبل التسجيل وانطلاق الموسم شبابنا يبون المكان اللي قاعدوا فيه العام اللي قاعدوا فيه السنة يعني لأنه مثل ما تقولين نشافه مميزاته فقديمك نديمك إذن عندي أنا جريدة العرب في خبرها الأول طبعا إحنا تناولنا هذا الخبر كنا إحنا مع بعض في نص الحلقة لكنني يعني بعد يعني بالفعل لأهميته وهو العمل تحتفل مع الرعاة والمدارس المشاركة انطلاق النسخة الثالثة لحملة دلني إن شاء الله تكون غدا هذه بالنسبة للخبر الأول الخبر الثاني يقام 18 نوفمبر مؤتمر البحوث يناقش تحديات الطاقة والمياه أما الخبر الثالث في اجتماع ربط الشبكات الإقليمية والدولية مدير الأمن قطر تسهم بالجهود الدولية لمكافحة المخدرات عندي أيضا في العرب الاقتصادي والخبر الأخير بنطوار للعرب استثمارات كطرية قريبا في الإحساء نائب رئيس الغرفة صدور قانون العمل الجديد هذا العام واللي إن شاء الله يكفل هذا القانون ويحفظ حقوق رب العمل والعامل في نفس الوقت هذه كانت أخباري وننتقل إلى جريدة الوطن والوطن والمواطن الريل راعيا بلاتينيا لمؤتمر الإنشاء مواصفات كطرية معتمدة ومبنية على تجارب عالمية وأيضا في جريدة الوطن الاقتصادي زيادة السيولة في السوق جزء من استراتيجية التطوير البورصة تقيم ندوة للتعريف بمزاياها المنصوري تطوير البورصة ورفضها بالخدمات والأدوات الاستثمارية هدفنا الرئيسي ما زلنا في اقتصادي الوطن وخدمة جديدة لابتسامة الركاب الماص للوطن الاقتصادي 30% نسبة نمو المسافرين عبر مطار حمد منذ تشغيله أنا لفت انتباهي لابتسامة الركاب خدمة جديدة فتوقعت انها خدمة معينة بس انه يوم قريت التفاصيل اكثر طلع عنا المبنى على كل التفاصيل اللي فيه هي كفيلة بان المسافر يوم يدخل انه يكون بهذه الابتسامة نعم واخر اخبارنا في جريدة الوطن الرياضي وعنه بالسلة يتخطى الازرق الكويتي ضرب بقوة في انطلاقة انطلاقة الانطلاق الخليجية ويلتقي الأحمر العماني اليوم منتخبنا يعوض التراجع في الأداء بالفترتين الأولى والثانية باستفاقة في الثالثة والرابعة وأكيد انتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بإذن الله وإذا من علوم الصحف مشاهديننا نروح الآن لنديبنا عبد الرحمن المري الموجود في كتارة حيث يعقد مؤتمر صحفي يتم فيه الكشف عن تفاصيل الشراكة بين كتارة ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم والتفاصيل عندك عبد الرحمن نصبح كلام الخير نعم كل شكر لكم زميلاتي في السيديو وصبح لكم بالخير مشاهدين ومستمعين الكرام ومثما تفضلتم متواجدين في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة اللي راح يعلن عن شراكة التعليم بين مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز وهذه المؤسسة راح نطلع على أهم ما تحتوي هذه الشراكة من بنود وتفقيات راح نصدف معنا الدكتور خالد سليطي المدير عام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة اللي بكلمنا أكثر عن بنود هذه الاتفاقية صباحك الله بالخير الدكتور خالد يوم رحبك عبر شاشة قناة الريان في برامج الصباح رباح هذه الشراكة مع تعليم بين مؤتمر القمة العالمي من الابتكار في التعليم وايز والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة ما تخبرنا أو نبدأ عن هذه الشراكة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اليوم سوف يكون هناك تشيني هذا المؤتمر وافتتاح طبعا هذا المؤتمر مؤتمر عالمي ومؤتمر يعني الكثير من المهتمين يتابعونه على شغف في كل عام المؤتمر فيه طبعا خاص بالتعليم وفيه مثلا تقول مشاريع كبيرة وحوال خمسين مشروع وهناك بالنسبة طبعا للمهتمين في هذا المجال في مجال التكنولوجيا وأيضا بالنسبة للأطفال الشراكة جاءت طبعا بينه وبين قطر فونديشن على أن نكون حاضنين لهذا المؤتمر في هذه السنة بالذات لأن كتارة تعتبر منار للثقافة والتعليم والثقافة هما وجهان لعملة واحدة لأن أصلا أنت تحتاج بالنسبة للتعليم تحتاج تحتاج ناس تثقفهم فالتجمع الموجود في المؤسسة العامة لحيث ثقافي واهتمام المؤسسة العامة الثقافية بالمبدعين والمبتكرين هو سبب أساسي كان لهذا المؤتمر أن يتواجد في المؤسسة العامة لحيث ثقافي ناهيك عن الإعداد الكبيرة التي أصلا الآن تدخل المؤسسة العامة لحيث ثقافي بشكل كبير فبيكون وجود هذا المؤتمر في المؤسسة العامة لحيث ثقافي على شاطئ كتارة بيكون طبعا له دور كبير وبيكون له دور التوعوي بشكل يعني مناسب إن شاء الله نعم دكتور خاطر أيضا أحب أن نوضح للسادة المشاهدين مؤتمر القمة العالمي الابتكار في تعليم وايز هو أيضا تحت إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع واللي أنشئت في عام 2009 لو تخبرنا أيضا عن أهمل تفقية البنودي راح توقعونها اليوم مع الشراكة ولأين توجهها أيضا مستقبل إحنا طبعا الشراكة بيننا وبين بين قطر فونديشن شراكة يعني متواصلة المؤسسة العامة لحيث ثقافي كتارة كونها هي منار للثقافة دائما تحبذ أن تكون شريكة مع مؤسسسات لها الثقل في الدولة لا سيما غطر فونديشن كون أن غطر فونديشن هي أيضا منبع المعرفة والتعليم فمن هذا الجانب تمت الشراكة ووقعت بحيث أنها تكون غطر الكتارة دائما ترعى كل ما تقوم به هذه كل ما يقوم به وايز في قطر فنحن نتشرف أنه بيكون عندنا إن شاء الله في المؤسسة العامة لحيث ثقافي إن شاء الله دكتور خالد أيضا في مهرجان التعلم اللي راح يستضيف مؤتمر القمة أيضا بالتعاون مع كتارة ممكن بعد قبلنا كيف يستمير أو كيف تستفيدون بينكم بين المؤتمر خاصة من هذه النشاطات من هذا المهرجان اللي راح يكون مهرجان كبير طبعا هناك بتكون ورش عمل كبيرة هم في المؤتمر يحتاجون إلى أعداد كبيرة وخاصة هناك بتكون برامج للأطفال ومؤسسة العامة لحيث ثقافي هي مؤسسة تهتم أيضا بالطفل وكون أن هناك مراكز كثيرة في المؤسسة لها علاقة بالطفل مثل مركز الثقافي للطفولة فبكون هناك مشاركات كبيرة من الأطفال ومن الكبار في هذه الورش التي أصلا لها مثل ما تقول تواصل كبير بالمعرفة وبالتعلم وبالتقنيات الجديدة التي يعني تستخدم حاليا هناك مشاريع كثيرة سوف تعرض في هذه الورش متعلقة بالتكنولوجيا والتكنولوجيا الآن باتت طبعا يعني شيء أساسي بالنسبة للفرد نعم دكتور خالد قبل ما نختم أوجه إن شاء الله الشراكة بينكم بين المؤتمر المشاريع المستقبلية مثل ما تكرت خمسين مشروع هل هناك أيضا تعاون مستمر مع عدة مؤسسات أخرى أو مختصرة تكون على المؤتمر أو مؤتمر القمة العالم لابتكار في التعليم دا المشاريع طول عمر هي مشاريع مقدمة من قبل مبتكرين ومبدعين عالميين من أمريكا ومن أستراليا ومن اليابان كلها سوف تناقش وتطرح إن شاء الله في المؤسسة العامل الحيي الثقافي وهذا يعطي صراحة دعم كبير للمؤسسة العامل الحيي الثقافي أنها يعني فعلا هي ليست فن فقط وإنما هي فن وتعلم وتعليم ومجالات مختلفة هناك طبعا شركات كثيرة تتوالى في المؤسسة العامل الحيي الثقافي مع جهات كثيرة إن شاء الله سوف نطل يعني نوقع مع هذه الجهات إن شاء الله متى ما أكملت واستكملت هذه الاتفاقيات إن شاء الله نعم كله شكر لك دكتور خالد سليطي مدير العام للمؤسسة العامة الحيي الثقافي كاتارا جهود تبدلها هذه المؤسسة في أوجه الثقافة وجميع الثقافات الموجودة في هذا مساء الله يعطيكم العافية وبالتفيق لكم إن شاء الله شكرا على استضافتك عندنا يعطيك العافية الله يا حي مثل ما شاهدين ومستمعنا الكرام هذه كانت الشراكة بين مؤسسة العامة الحيي الثقافي كاتارا وشراكة تعليم بين المؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز ورح ينطلق المؤتمر بعد أقليل ورح يكون التوقيع بينهم وبين المؤسسة العامة هذا اللي عندنا في كاتارا المرجع للزميلات في استوديو الصباح شكرا عبد الرحمن وأيضا للاستاذ خالد الأسليطي أكيد وعندنا بعد شوي فن العمارة الكطرية واللي هي جزء من الهوية الوطنية ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة